اشتركوا في القناة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أرسله الله بالهدى ودين الحق يظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بإدعاء وكل بذعة غلالة وبعد فأنتم تعلمون أن المدارس التي في هذه البلاد وفي كل البلاد هي التي جعلها الله تبارك وتعالى رفعًا للجهل وإخراج الناس من الظلمات إلى النور فالمدارس القرآنية العلمية هي التي حفظ الله تعالى بها هذا الدين وحفظ بها القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فعلماءها وفقهاءها هم الذين ينورون القلوب ويفتحون العقول لهذا الدين العظيم فكان المرزع لهذه الأمة سواء في دينها أو في دنياها فأنتم تعلمون أن الفقيه أن العالم في قرية أو مدينة هو الذي ترجع إليه جميع شؤون المجتمع فيفتي ويصلح بين الخصومات ويؤلف بين القلوب إلى غير ذلك مما كان دورهم في هذه الأمة فالمدارس القرآنية على أي حال هي التي جعلها الله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم هي التي أورثها الله تعالى إرث رسول الله صلى الله عليه وسلم إرث القرآن إرث الوحيين الكتاب والسنة ولا زالت هذه المدارس تؤدي الدور الذي كانت عليه إلا أنها ضعفت كما ضعفت الأمة على العموم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد الأمة إلى كتابها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم كما نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيي هذه المدارس وأن يبعث فيها الروح من جديد وإن كانت ما زالتها الحمد لله على ضعف كما ذكرت أيها الإخوة كانت المدارس في هذه البلاد منتصرة في المدن وفي القرى بل وفي البوادي بل وحتى عند الرحال أي أصحاب الخيام أصحاب الرعي كانت المدارس لا تفارقهم فكان المسجد أيضا خيمة في من يعني يرحلون فيه فقيه يعني فقيه مشارط يرحل مع القبيلة أو إلى غير ذلك فيقرأ القرآن ويفتي بل كانت بيده الطلاق بيده الطلاق بيده العقب بيده يعني يعني جميع العقود يفق الخصومات إلى غير ذلك فكان الفقيه يعني في جانب الناس في رحالهم أو في إقامتهم في المدن أو كذا إلى غير ذلك وكانت المساجد الصغيرة تدعم المدارس الكبيرة فما يسمى بالمسجد أو المساجد هذه يعني يتخرج منها التلامد بعد حفظهم القرآن بعد حفظهم المتون يعني إلى غير ذلك ثم يرحلون ويسافرون إلى المدارس الكبيرة سواء المدارس الكبيرة التي كانت في القرى أو التي كانت في المدون فكانت يعني الإمداد إمداد المدارس الكبيرة من شاءها هي المساجد هي المساجد التي يتعلم فيها الأطفال والتلاميذ القرآن الكريم وما يتعلق يعني بأمور العلم أيها الإخوة فكانت المدارس هكذا منتاشرة في جميع البلاد كانت المدارس في في جنوب المغرب سوس دكالة عبدة حمر سويرة إلى غير ذلك يعني بلاد الشاوية بلاد الشمال المغرب يعني كانت يعني المدارس في جبالها منتصرة لكنها الآن صارت تعد على على رؤوس الأصابع مع الأسف على أي حال في في خضم هذه المدارس المبثوثة في جميع يعني بلادنا كان ظهرت مدرسة في القرن الثالث عشر في أوائي القرن الثالث عشر وهي المدرسة المشهورة في المغرب والتي قرأ فيها المغاربة وحتى بعض المشارقة بل وقرأ فيها بعض النصارى قبل الاستعمار وهي مدرسة المسمات بمدرسة سيد زوين فمن هو هذا سيد زوين؟ سيد زوين هو محمد سيد زوين الشراضي الودي الحمري الحوزي بعدما تخرج عن شيوخه وسنذكر يعني بعضهم يقال أمره شيخه الطاهر السوسي الهواري السواعي البعريري بعدما قرأ عليه السبع أمره ببناء هذه المدرسة وقبل أن يذهب إلى الشيخ ذهب به والده إلى أبي محمد عبد الله السقياطي الشيرمي فيقال سبب اسميته بسيد زوين أنه لما وصل به أبو إلى هذا الشيخ قال له هذا ولدي شوي أو الشين يعني الشين ضد الزين جيت به ليقرأ عليك فالشيخ قال لا هذا هو الزوين أو الزوين فهذا هو سبب لقاب سيد زوين فقرأ على هذا الشيخ أبي محمد عبد الله السقياطي رحمه الله ثم قرأ على الطاهر الذي ذكرناه السوسي يقاله الذي أمره كما ذكرنا ببناء هذه المدرسة ثم قرأ على مولاي التامي لوبيري الحمري هؤلاء الثلاثة هم شيوخه الطاهر السوسي وعبد الله السقياطي ومولاي التامي لوبيري الحمري فلما أخذ السبع وبعض العلوم من هؤلاء الشيوخ جاء وأسس هذه المدرسة المباركة الذي ذكرناه الشيخ عبد الله السقياطي هو كما تعلمون وكما سمعنا البارحة أنه قرأ على محمد بن عبد السلام الفاسي وكذلك مولاي التامي لوبيري الحمري كذلك قرأ على محمد بن عبد السلام الفاسي وكان صديقين أي السقياطي ومولاي التامي لوبيري وقد بات السقياطي قبل التامي لوبيري فعلف فيه كتاباً وهو ما زال مخطوط في المكتبة الملكية بالربار يسمى إتحاف الأخ المواطي بمناقب الإمام السقياطي إتحاف الأخ المواطي بمناقب الإمام السقياطي وهذا مولاي التامي لوبيري في هذا الكتاب لما يعني كل عبارة هذا يقول وكان محبي محبي هكذا وكان محبي هكذا فذكر له خصال ومناقب يعني هي أوصاف أهل القرآن وأهل الله تبارك وتعالى كان له نغمة حسنة بالقرآن كان مجوداً كان عارفاً بالقراءات أصولها وفروعها عالماً بالنحو عالماً بالتفسير عالماً بالحديث عالماً بالفيق إلى غير ذلك مما هو مذكور في هذا الكتاب المقطون على أي حال لما سيد زوين أخذ عن شيوخه رجع إلى بلده يعني الوداية بحوز مراكش فيقال أسس مدرسة صغيرة بعيدة شيئاً ما عن هذه المدرسة الأم ثم انتقل إلى هذه المدرسة إلى بناء هذه المدرسة الآن الموجودة في حوز مراكش وهي تبعد عن مراكش بحوالي أربعين كيلو متر يعني جنوب 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 مراكش فأسس هذه المدرسة وكانت له أملاك أراضي كذا كذا فحبسها جميعاً على المدرسة جميع ما يملك حبسها على المدرسة أي جعلها وقفاً للمدرسة فبنى هذه المدرسة بالتراب أي بالطين وبالقصاب إلى غير ذلك ثم بنى ما يسمى الآن بالحوالي أي البيوت لسكنة الطلبة كل هذا يعني من خلال أملاكي وكان زاهداً عارفاً بالله سبحانه وتعالى مستغلاً بالقرآن مستغلاً مهتماً بالطلبة هذا شأنه هكذا سيد زوين رحمه الله تبارك وتعالى عكف على إقراء القرآن الكريم بالقراءات السبع ففي أول الأمر اجتمع له خمسمائة طالب كلهم كانوا يعني يطعمهم ويعني لا يعملون شيئاً إلا قالوا الحطاب يعني لطهي الطعام فقط سيد زوين هذا رحمة الله تبارك وتعالى عليه عكف كما ذكرنا على هذه المدرسة يقرئ ويربي الطالب حتى اجتمع عليه قالوا 12 مئات طالب كلهم يطعمهم ويقرؤون عليه وكان هذا في عصر السلطان مليل حسن الأول رحمة الله علي وقد زاره السلطان رحمه الله بمدرسة فيه ويقال جاء السلطان على فرص وتعرض له الشيخ زوين على فرص ولما تقارب نزل الشيخ على فرص ونزل السلطان على فرص ثم تعانق لتعلموا يعني ما مدى ارتباط الصلاقين بالعلماء وبالفقهاء محبة بعضهم لبعض وعلاقة بعضهم لبعض متينة لأن العلماء هم الذين يعني تجتمع بهم الأمة على الصلاة العلماء تجتمع بهم الأمة على الصلاة وتجتمع كلمة الأمة على العلماء وعلى الفقهاء ثم العلماء يبايعون الصلاة ولهذا كانت البلاد والعلماء والناس هكذا يعني على هذه الحال ويقال إن السلطان مولاي الحسن الأول رحمه الله قال لسيد زوين أريد أن أحبس علي يعني ساقية كذا وكذا في تلك النواحي فالشيخ سيد زوين امتنع وقال المخزن أولى بها يعني الأمر العام أولى مني بها يقال أنه هكذا قال له وولد سيد زوين يقال 12 مية وخمسة وسبعة وعشرين 12 مية وسبعة وعشر وولد سيد زوين وتوفي في 1111 هجرة وهي السنة التي توفي فيها السلطان مولاي الحسن رحمة الله يعني فتوفي في سنة واحدة فما هي مدرسة سيد زوين مدرسة سيد زوين صاحبها خصصها للقرآن فقط للقراءات فقط للرسم للضبط لإتقان يعني القرآن الكريم بجميع ما يتعلق به وكانت هكذا وكان الطلبة إذا حفظ القرآن في بلده سواء في جباله أو في غيرها يأتون إلى مدرسة سيد زوين وكان المشهور عند الناس أن الطالب أو الفقه الذي قرأ في سيد زوين له تمييز خاص عند الناس نظرا لأنه قرأ في سيد زوين حتى كان الناس يقولون للطالب أو هذا يعني أنت قاري في سيد زوين يعني هكذا كانوا يعني مدرسة سيد زوين لها مكان عالي عند جميع الناس مدرسة سيد زوين كما عرفتها وذهبت إليها توفي سيد زوين ثم جاء أولاده فخلفه في الإقراء وفي الصهر على المدرسة وأدركت يعني أنا والشيخ سي عبدالهدي أدركنا أحفاد سيد زوين أحفاد سيد زوين أدركناهم وكانوا في المدرسة يقرؤون القراءات مع يعني يخالطون الطالب إلى غير ذلك ففي سنة 1969 في الصيف بعد ماذا توفي شيخي العلامة سيد محمد بن عباس بن أحمد الزعري العوني يعني عونات الزعير وهذا الشيخ كان عالما بالقراءات وعالما بالفيقه والحديث وعالما بالتاريخ إذا تكلم بالتاريخ إذا تحدث عن التاريخ يعني تقول هذا بؤرخ وليس بفقه إلى غير ذلك فتوفي رحمة الله عليه وكنت قد حافظت متن الشاطبية متن الشاطبية بخط يدي ولازال مخطوطا عندي حافظته متن الشاطبية وقرأته شرح ابن القاسح على الحيرز وبالوقت متوفي اللوح إلى غير ذلك كما كنا نكتبه الشرح والمتن في الألواح فتوفي هذا الشيخ ثم فكرت أن أذهب إلى مدرسة سيزوين فذهبت إلى مدرسة سيزوين قبل أن أدخلها رأيت يعني عجب وهو أن أصوات الطلبة تسمعهم من بعيد في داخل الحوانث وفي خارج الحوانث وفي الطرقات طلب معهم الألواح يعني يسيرون في الطرقات ويقرأون فكان عدد الطلبة يعني 350 في ذلك في ذلك الزمان الذي أنا كنت فيه فذهبت وأنا غريب لا أعرف لا الشيوخ ولا أعرف الطلبة فسألت أحد الطلبة من هؤلاء الفقهاء الذين يعني الحمزاويين لعندهم مثلا حمزة أي القراءات السبع فدلوني على الحاج عبد رحمه الله السوسي فذهبت له وهو في غاية الخشوع في غاية السمت في أخلاق عالية لا يفارقه السلهام ما رأيته أنه يعني خلع قب الجلابية على رأسه أبداً حتى في البيت ما رأيته إذا مشى انتفيت يمين ولا شمال أبداً إذا مشى يضع عينيه في موضع القدم عالماً زايداً كلامه قليل إذا لم تكلمه لم يكلمك إذا لم تسأله ما تسمع منه ولا أي كلام فلما ذهبت إلي وجلست أصابني حياة فقلت له فارك الله فيك جيت أقرأ القراءات السبع قال من أنت قلت كذا وكذا فقال لي مرحباً وأنا معي الرمزيات بالشيخ المذكور ومعي مثل الشاطبية ومعي اللوح والدوايا والقلام إلى غير ذلك لأن الطالب كان إذا يسافر لا بد أن يسافر بهذه الأمر فعلي حال أخذت شارعته في القراءة عليه وبدأت بالقراءات السبع فكنت أرموز اللوحة من الرمزية ربع كذا وأذهب إلي ليصحح للوحة ويقرأ معي ثم تعرفت على الطالب الأسحاب القراءات السبع فصرنا نتعاون نقرأ الصوار بالقراءات السبع نقرأ الألواح بالقراءات السبع إلى غير ذلك من هذا فكان الحاج عبد يصحح الألواح ومحمد بن فنان السرغيني رحمه الله هذا في السمت مثل الحاج عبد في الأخلاق وفي السمت يعني إلى غير ذلك رحمة الله يعني فكان هذا الفقيه بن فنان السرغيني صابوراً على الطالبة كان يصحح كل يوم ما يزيد على 150 لوحة فيها السبع فيها قراءة المكي فيها قراءة بصري فيها قراءة ورش وكان لا يفارق المكان إلا إذا فرغ من الألواح جميعها ما يترك لوحة بلا تصحيح ولو بقي إلى ما بعد الظهر من صلاة الفجر إلى ما بعد الظهر وهو في مكانه لا يعني لا يصيبه الملأ ولا يقول للطالب يعني بعد 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 هذه الساعة ولا أبداً حتى إنني رأيت منظراً يعني وهو أن في أحد أيام زارنا العلامة الحاج عبد الرحمن ولد الشيخة بشعيب الدكالي رحمة الله عليه المرشيد العام للجيش وهذا وكان يأتي بزياب هبات من عند جلالة الملك الحسن الثاني رحمه الله إلى سيد زوين ويجمع الطلبة ويبكي ويحثهم على القراءة وعلى القراءة السير ويقول جلالة الملك يرضى عنكم ويقول لكم كذا وكذا وكذا يعني يبعث الحمس في الطلبة ثم يوزعوا الهبات على الطلبة فجاء الحاج عبد الرحمن وعملنا عليه حلقة هكذا والشيخ بن فنان بابه على الحلقة ليصحح الألواح والله ما خرج ولا قام إلا إلى الحاج عبد الرحمن ولا سلم عليه أبداً حتى فرغنا من الحلقة وذهب الحاج عبد الرحمن والشيخ ما زال يصحح الألواح هذه الحسبة هذا الاحتساب هذا هو الذي يحتاج إليه الناس والله رحمة الله عليه فكنت أذهب ويقرأ معي اللوح ويستمع لما يسمى بالصوار بالقراءات السبع فأحياناً أقرأ عليه أو يقرأ معي خمسة أحزاب في مجلس واحد نقرأ خمسة أحزاب بالقراءات السبع من صلاة الفجر إلى الساعة العاشرة في تواضع فذات مرة فرغنا وقال لي هو كي يقول لي أنها مسيت تبشيت فطر معايا ولا ما كنقدرش يقول لا بد فلما وصلنا للحانوت الحوالة ديال الفوق حوالة ديال الطالبة لما تحنيش لما تحنيش الإنسان ما يدخلش للحانوت هذا فوصل فلما نجد الماء يعني هذا فالشيخ هزدوك سطيلات وبغي بشي يجيب الماء قلت له الشيخ أنا نمشي نمشي قال يا الله نعمس يا الله نعمس قلت له يا الله نعمس يا نمشي وقال يا ونمشي أنا وياك فمشينا ونا يعني ما كذا وغرفنا الماء وشينا 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 درناها كذا يعني رحمة الله عليه فهذا الشيخ يعني الآن محبته محبته في القلوب يعني غريبة وعجيبة سبحان الله من خلال ما رأيناه وشاهدناه في هذا وعلي حال خاتمت عدة ختمات من ستسعة وستين وصحاب السبع يعني موجودين بكثرة ما يفوق وخمسة عشر طالبين كلهم يقرؤون السبع وأصحاب العاشر قيلنا أيضا لأن كل ما طالب كل ما أصحاب ورش أكثر من أصحاب المكي وأصحاب المكي أكثر من أصحاب البصري وأصحاب مصري أكثر من أصحاب حمزة وأصحاب حمزة أكثر من قراءة أصحاب القراءة العاشر وأصحاب القراءة العاشر يعني أكثر من أصحاب قراءة العاشر لأن طالما شوية صبرهم متفاوت وبعضهم يصبر إلى النهاية وبعضهم وهكذا وكان الاجتهاد على أي حال هو العام في مدرسة سيزوين في هذا العد كان القرآن 24 ساعة في مدرسة سيزوي 24 ساعة والقرآن متواصل في أي ساعة أردت أن تسمع القرآن تسمعه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ونسأل الله تبارك وتعالى لهذه المدارس أن تنهض من جديد شيخنا هذا الحاج علان العصراوي العبدي هذا شيخ خاص بالعصرين لأن هؤلاء الشيق كان كل واحد له له تخصصه وإن كان الحاج عابد عنده العصر أيضا والحاج بالفنان السرغيني لا أعلم إلا أنه عنده السبع فقط ولكن الحاج عابد كان خاص بالعصر بصحاب العصر الكبير والعصر الصغير ولكن إذا ذهبت إليه يسرد تقرأ عليه اللوح أو يصححه لك أو كذا لكن المشهور في التصحيح الألواح هو الفقه الحاج عابد وكان الحاج علان هو المسؤول يعني شيخ المدرسة أو مدير مدرسة سيد زوي والطلبة يعني أحرار ما أحد يلزمهم فبعض الطلبة جيرس لا يقرأ وبعض الطلبة يعني هموه وأن يضحك الطلبة فقط يعني يعمل لهم الحكايات يعمل لهم الغرائب يعمل لهم إلى غير ذلك سبحانه ربك رب العزة عما يصيب والسلام على المرسل والحمد لله اشتركوا في القناة